لا يزال التوتر يخيم على المشهد السياسي في ساحل العاج عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد اتهمت حكومة الرئيس المنتهية ولايته لوران باكبو الأمم المتحدة بعدم إعطاء الصورة كاملة حول الوضع في البلاد من المؤسف اللي تعطي باثة الأمم المتحدة في ساحل العاج ومستشار حقوق الإنسان في جينيف مزيدا من التفاصيل حول أصول الأشخاص الذين نزحوا بشكل جماعي أو أسباب هذا النزوح وتقول حكومة باكبو إن ألاف الأشخاص نزحوا إلى ليبيريا بسبب أعمال عنف قام بها أنصار مرشح المعارضة الحسن وطارة الذي اعترف به المجتمع الدولي رئيسا للبلاد كما تقول إن 36 شخص على الأقل من ضحايا أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات هم من رجال الشرطة الذين قتلوا برصاص المحتجين من أنصار وطارة ولا يعترف المجتمع الدولي باكبو رئيسا لساحل العاج ولا أي من أعضاء حكومته الذين عينهم مؤخرا بينما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باستخدام القوة للإطاحة بباكبو إذا لم يتنازل عن الحكم كما منع البنك المركزي للالتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا باكبو من التصرف في أموال الدولة في وقت يعاني فيه نظامه أزمة مالية خانقة وبدلا من أن تؤدي الانتخابات التي جرت الشهر الماضي إلى وحدة البلاد فإنها تسببت في اندلاع أزمة أصفرت عن مقتل نحو مائتي شخص كما أعادت إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل ثماني سنوات حازم الخولي بي بي سي